لا يزال ملف العراق المائي محط اهتمام الجهات الحكومية لاستخلاص حصصه المائية من دول الجوار عدد من التوصيات تم توجيهها خلال اجتماع رئيس الوزراء باللجنة الوطنية العليا للمياه فضلا عن التنسيق بين المؤسسات المستهلكة للمياه والأخرى ذات العلاقة الهدف من هذه هو رفع ملف المياه بيد أعلى سلطة بالدولة وهذا هدف الأساسي من هذه اللجنة كانت هناك توجيهات أيضا مهمة أخرى بشأن توجيه لسهد المحافظين اللي تزام بالخطة الزراعية اللي أقرت بشكل مشترك مع وزارة الزراعة وبين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وللأسف شديد هذا العام لأن شهد عام شحة مياه راحنا بتخفيض المساحات المنوية زراعتها خفض الخطة الزراعية الشتوية من خمسة ملايين دونم إلى مليونين ونصف مليون دونم أي بواقع خمسين في المئة هو نتيجة انحسار الإطلاقات المائية وزارة الزراعة تأمل إعادة النظر بتوسيع هذه الخطة تماشيا مع المتغيرات المناخية التي طرأت في إقليم كردستان لضمان زراعة مساحات تفي بالغرض بعد حصول تغيرات في تنبؤات الجوية كذلك حصول أنطار غزيرة في إقليم كردستان المؤشرات تشير إلى أن هناك سنة رطبة مقبلة وكذلك حرص وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة ساعة وزارة الزراعة إلى فتح الحوار مع الجهات المعنية الأمان العامة لمجزوزراء ووزارة الموارد المائية لإعادة النظر بتوسيع هذه الخطة محافظة ديالا هي الأولى من حيث التضرر جراء انقطاع المياه من الجانب الإيراني التعتمد عليها بنسبة 75% ما أدى إلى خروج المحافظة من الخطة الزراعية الشتوية إذ بقي الأمر متوقفا بحسب وزارة الموارد المائية على المتغيرات المناخية لهذه المنطقة تفاهمات عراقية تركية دخلت حيز التنفيذ بشأن الإيرادات المائية فيما بقي الأمر عصيا مع الجانب الإيراني إذ لم يتمكن العراق من الوصول إلى صيغة واضحة لحل ملفه المائي مع إيران سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد